واحد كمان أشدت بيه كتير الفترة اللي فاتت وعشيت بالنهار ده بصراحة يعني مصطفى شوبير مصطفى شوبير هذا الحارس الأمين اللي بيشارك في ظروف في منتهى الصعوبة في أوقت صعب في مباريات كبيرة مباريات مضغوطة بيجي بعد محمد الشناوي بيتقال عليه من أحمد شوبير حارس صغير بيلعب تحت ضغط الجماهير في مصر وخارج مصر كل الظروف دي ما تخليش أبدا أبدا حارس مرمى في سبع مباريات متتالية أفريقيا منهم مباريات في منتهى الصعوبة يخرج بشباك نظيفة سبع مباريات على التوالي مصطفى شوبير بشباك نظيفة أفريقيا ما قدرش فريق يوصل لمرمى النادي الأهلي وما بين السلاس خشبات حارس أمين اسمه مصطفى شوبير يا سلام عليك يا سدي يا علي يا سلام عليك يا سدي يا علي هذا البطل بمنتهى الهدوء بمنتهى الحماس والرجولة والتركيز والثقة في النفس والشخصية القوية قدر يقود النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا ولو هناك فضل أول بعد ربنا طبعا في تشكيلة النادي الأهلي والجهاز الفني فضل في سعود الفريق للنهائي فهو مصطفى شوبير إحقاقا للحق برافو مصطفى شوبير برافو وأنا هكلمكم بصراحة بكل أمانة بكل أمانة أنا بالنسبة لي محمد الشناوي ده واحد من أعظم حراس المرمى اللي جون في تاريخ مصر مش بس النادي الأهلي حلو ده رأيي مالوش علاقة بمصطفى شوبير بس العدل العدل بيقول إيه بيقول إن مصطفى شوبير لازم يكمل البطولة للإخر إحقاقا للحق يعني بص لو مصطفى مثلا كان لعب مطش حلو ومطش مش حلو ومطشين حلوين فأنت هتقلق لما يلعب النهائي تقول إيه لأ مش محتاجة مخاطرة دي لأ محمد شناوي نلعب في المضمون بس الراجل ما أسرش واحد في المليون ما عملش غلط فعلى الأقل تكريما لمجهوده مش أنت مش بتكرم واحد وحش تكريما لحارس تكريما لحارس كبير ومجتهد وقادة وعمل رقم كبير سبع مباريات بالشباك نظيفة إنه يلعب المباراتين في النهائي ويرجع الشناوي أساسي على فكرة بعد كده ما فيش خلاف على ده يعني وارد إنه الشناوي يرجع أساسي ده حارس مصر الأول ما مش معا أنه أصيب بقى هو حارس مش كويس وشوبير حارس كويس لأ تاني أنا بس عايز الكلام يبقى واضح طبيعي إن الشناوي الحارس الأول للنادي الأهلي تيبو كورتوه يتصاب لأنه يتقلق مع ريال مدريد بس تيبو كورتوه هيرجع يلعب أساسي عادي ما فيش دي بس على الأقل البطولة دي بتاعت مصطفى شوبير على الأقل يعني البطولة الأفريقية دي تيبو كورتوه هيرجعي